السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وهذا الفيديو سوف يكون مهم جدا لكل شخص يفكر في شراء هاتف شاومي مستعمل هاتفنا سوف نرى كيفية عمل فحص كامل للجهاز وذلك من خلال ميزة مخفية في هاتف شاومي سوف نرى كيفية تعليل هذه الميزة أو كيفية الوصول إلى هذه الميزة وكذلك كيفية فحص الجهاز لكن قبل أن نبدأ إذا كانت هذه أو مشاهدتك في القناة فلا تنسى الاشتراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس يصلك إشارة كل الفيديوهات القادمة أول بأول ومشاهدة تستدعم الفيديو بزرع لايك ليصل الفيديو إلى أكبر دد من الناس وكذلك ليستفيد من أكبر دد من الناس والآن ندخل مباشرة في الشرح كل ما سوف تحتاجه هو الدخول إلى مركز الاتصال وسوف تقوم بكتابة نجمة شباك نجمة شباك 64663 ثم شباك نجمة شباك نجمة والكود سوف يظل لك الآن في الشاشة وعند كتابة الرمز كما ترى سوف تظل لديك العديد والكثير من الخيارات لدي هنا 38 خيار أو اختبار للجهاز وذلك الخيارات ممكن أن تختلف من هاتف إلى هاتف على حسب المواصفات الموجودة بكل جهاز أول خيار سوف أضعك بعض المعلومات والإيميل الخاص بالجهاز ثاني خيار كما تشاهدون لدي هنا فحص للإس دي كارت أو بطاقة الذاكرة الخارجية سوف تقوم بوضع بطاقة الذاكرة الخارجية وسوف يريك هل فعلا تشتغل أم لا الخيار الثاني هو لفحص الشرائح على حسب الجهاز إذا كان يدعم شريح أو شريعتين فسوف تقوم بوضع الشريح على الجهاز وسوف يريك هنا في الآلة إذا كانت فعلا تشتغل أم لا سوف أعطيك علامة خضراء عندما تقوم بالإشغال هنا لدينا مثلا البلوتوت كما تشاهدون أعطاني باس أو أعطاني خيار أخضر أي أنه فعلا البلوتوت يشتغل ولا يوجد بأي مشاكل طبقا لذا يكون العديد من الخيارات يمكنك تشريب أي خيار تريده أو أي خيار يعني أنت تشوق أنه سوف يكون به مشاكل كما تشاهدون سوف نقوم بتشربة مثلا المايك الأساسي الخاص به الجهاز عندما سوف تقوم بالتكلم سوف تلاحظ أن العداد بدأ بالتحرك وهذا يعني أن المايك فعلا شغال ولا توجد بأي مشاكل يمكنك تشربة المايك التانوي إذا كان بجهازك وكما قلنا هذه الإعدادات ممكن أن تختلف من جهاز إلى جهاز ولا حسب المواصفات الموجودة بالهاتف الخاص بك ولديك أيضا ممكنك تشربة مثلا الفايبريشن ممكنك تشربة الشاشة وهذا أهم شيء سوف أعطيك ألوان RGB لكي ترى الألوان الفعية فعلا يعني مضبوطة وكذلك ممكن أن تكون هناك بقع خصوصا هذا الشيء سوف يكون بالشاشات الأموليد سوف تلاحظ أن هناك ظلال هل هناك بقع سوداء هل هناك بقع يعني صفراء بالشاشة أو أي احتراق في البيكسلات أيضا عند انتهاء من هذا الاختبار يجب عليك أن تقوم بوضع شاشة بيضاء تماما لكي تلاحظ أن هناك أي ظلال موجودة في الشاشة فإذا المشاكل تحصل بشكل كبير مع الشاشات الأموليد خصوصا إذا كان الجهاز قديم كما تشاهدون لديك كما قلنا هنا العديد من الأشياء مثلا سوف نقوم باختبار أهم شيء أيضا التطش الخاص بالشاشة هذه من أهم الأشياء التي يجب عليك اختبارها في أي جهاز يعني مستعمل ممكن أن تكون هناك يعني لمسات خاطئة وأن يقوم الجهاز بالتعليق معك في التطش سوف تقوم بتمرير إصبعي كما تشاهدون بهذا الشكل وتقوم بتجربة التطش الفعلا يشتغل بشكل ممتاز أم لا عندما تقوم باكتمال أو تلاحظ أن الشاشة فعلا تشتغل بشكل ممتاز فتقوم بالروجة وتقوم باختبار أشياء أخرى هنا يمكنك اختبار الكاميرا الأساسية كما تشاهدون يمكنك أيضا اختبار كاميرا العزل هذا أمر يعني لا يوجد أصلا إذا كنت تريد اختبار الكاميرا من التطبيق مباشرة يمكنك اختبار الكاميرا الأولترا ويدو كما قلنا مرة أخرى هذه الأشياء ممكن أن تختلف من جهاز إلى جهاز ولا حسب عدد الكاميرات الموجودة على الهاتف هذه سوف تقوم يعني بعمل تستلا أيضا لديك هنا مثلا سوف نقوم بتجربة كما تشاهدون لديك هنا مثلا البصمة الجي بي اس البطارية كما تشاهدون سوف يعطيك هنا باس كما تشاهدون باللون الأخضر أي أن البطارية لا توجد بها أي مشاكل سوف يعطيك السعاء الموجودة أو متبقية بالبطارية كما تشاهدون هنا إذا كنت تريد تجربة الشحن هل فعلنا الجهاز يوشحن سوف يعطيك كما تشاهدون بعض المعلومات عن البطارية الحرارة صراحة يعني أشياء دقيقة جدا سوف يعطي لك هذا الاختبار فكما قلت يجب مهم جدا أن تقوم بعمل هذا التست على أي جهاز قديم تريد شراءه خصوصا من شركة شومي كما قلنا ويمكنك مثلا تجربة البروكسيميتي سنسر أو الحساس الخاص بالتقارب أثناء المكالمات كما تشاهدون هنا أعطاني علامات يعني العلامة الخضراء أي أن فعلا الحساس هنا شغال وبدون أي مشاكل فعموما صراحة يعني يجب عليك أن تقوم بعمل تست بهذا يعني الاختبار فعلا سوف يعطيك أشياء صعب جدا أن تقوم باختباره بنفسك وانا سوف يقوم بإعطيك أو تست للسماع سوف يقوم بإعطيك بعض الأرقام سوف تقوم بإدخالها هنا سوف يعطيك تست باس أي أن فعلا التست يشتغل بشكل ممتاز وطبعا سوف ترى الفينان السماع تشتغل الأعمال نتقل الآن إلى آخر الاختبار سوف نقوم ببعض الفيديو لأن إذا قمنا بتجربة كل هذه الخيارات في الفيديو سوف يكون طويل سوف نقوم بتجربة الأزرار الآن سوف يطلب منك الضغط على أزرار الصوت وكذلك زر التشغيل وكما ترون فيتشتغل بدون أي مشاكل ولا توجد بها أي مشاكل فقم تجربة كل هذه الأشياء واخد وقتك أثناء تجربة فطبعا هذا الاختبار لا يعني أن الجهاز سليم 100% فممكن أن تعلم بهذا الاختبار أن الجهاز لا توجد بها أي مشاكل بنسبة 70% أما بالسبة الثلاثة المئة الباقية فهناك بعض المشاكل تظهر مع الوقت ومع الاستخدام فقم تجربة الجهاز يوم يومين ثلاثة أيام وسوف يتضلح لك فعلا الجهاز توجد بها مشاكل أم لا لكن هذا الاختبار يبقى مهم جدا ويجب أن تقوم بقبل الشراء جدا جدا مهم لكي تعلم الأشياء الأخرى الفعلا تشتغل مثلا حساس المكالمات وكذلك الشبكة والعديم من الأشياء فهذا الاختبار جدا جدا مهم فعوما لذا كل ما كان في هذا الفيديو قل لي لكل أراكم وفكركوا في التعليقات وطبعا ننسى الاشتراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس يصلك إشارة كل الفيديوهات القادمة أول بأول وانتستدعم الفيديو بزرع اللايك وكذلك أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أي شخص يفكر في شراء هذه في مستعمل من شركة شاومي واردكم في فيديو قادم السلام اشتركوا في القناة